السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأتمنى أن تكونوا بخير وصحة جيدة دائما بإذن الله تعالى اليوم صفتنا السهلة واللذيذة ويعني من أقصر الطرق اللي هي مخلل لخيار راح نمالها بطريقة كتير سهلة ولكن بعد الفاصل أحبتي راجعين السلام عليكم من جديد مشان نعمل المخلل لخيار بدنا شغلة كيلتين خيار يعني ما بنكثر الكمية مشان نكون يعني بس عينة ونوذج منجيب كيلتين خيار من هاي النوعية كل النوعية طبعا شغلة احنا اخترنا هاي النوعية منجرح منشطبهم تشطيب وبنحطهم من المطربان منجرح كل الكمية حبايبي الله يسعدك واذا عجبكم الفيديو حطونا يعني لايك ووفعونا يا ومشاركة وهالأمور هاي كل ياتن على اليوتيوب على الفيسبوك واذا ما عجبكم يعني نفسهم كمالا عندي ثقة كاملة ان شاء الله غير يعجبكم بإذن الله ويرجع مرجوعنا بنشطبهم كلهم على السريع منجيب لتر مي خلصنا الخيرات شطبناها جرحناها منجيب لتر مي لتر بنحط فيه اربع ملاعق ملح طبعا الملح لازم يكون صخري حصرا ملح صخري بنحطهم مع الملحات مع الميات ونحط عليهم ملعقة خل وحدة خل ابيض ملعقة خل وحدة ابيض فوق الملحات فوق الميات ونخلوطهم سوا كلياتين ونحطهم فوق المطربان اللي فيه خيار تماما اذا عندنا اه كالتين خيار نشطبهم منجيب لتر مي اربع ملاعق ملح صخري حصرا وملعقة اه خل ابيض بنخلوطهم سوا بنحطهم فوق الخيارات طبعا هما كفت كمية اللتر كانت ماقصة يعني ارجع انا كمناها تماما لازم يتغطسهم كلهم بساء المي والملح بس خلصناها نسكر المطربان بشكل كويس نسكره بشكل مغلق بعد ما نكمل الكمية لازم يتغطسهم كلهم يكون في عليه المي لتر بكف ان شاء الله ونسكر المطربان يعني بقوة ما يفوت عليه اي نسمة هواء او يعني اكسجين او كذا ما بدنا يكون كتم ونتركه عشرين يوم تقريبا عشرين يوم هاي بعد عشرين يوم رجعنا فتحنا المطربان اللهم صلى على سيدنا محمد طبعا ما لاحقنا نصور الانه الشباب ما قصرواش كنا عاملوا يتم جدرة واللي فوق هذا نصف فوقان يخلص بسرعة ما شاء الله لحقنا النص الثاني في كيلو طارت طيبات جدا بقرش ونقرش وشوف ما احلاهم طلان اللهم صلى على سيدنا محمد كثير كثير يعني طريقة سهلة ما بده شي سريعا دقيقتين عملنا نسكرنا المطربان وستنينا عشرين يوم فتحنا بس غيرنا المي تشيل الميات يعني حط مي جديد اذا كفل معك يعني بجوز يوم يومين طلع خالصات هاي راح نطق واحدة منه مش هنشوفها من جوه شوف ما نشاء الله صلاة والنبي صارت جاهزة ان شاء الله ظلوا خير وهاي وصفتنا اليوم صارت جاهزة احباتي لا تنسونا من دعم الاشتراك ورفع الفيديو والى فيديوهات ووصفات قادمة باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته